دراسة إقامة منطقة حرة على مستوى الشريط الحدودي بين تونس وجزائر إنشاء منطقة تجارية حرة حدودية بين الجزائر وتونس هو ما دعا إليه رئيس الحكومة التونسية كخطوة لبعث تنمية حقيقية بالمنطقة حدود الجزائرية التونسية فعديد المناطق التي هي فقيرة نوعا ما والإمكانيات ما بين تونس والجزائر لتطوير التجارة وتطوير هذه المناطق الحرة كبيرة وكبيرة جدا لكن المفيد الآن هو تفعيلها على الميدان نحن نحضر على منطقة إفريقية بسحل يكون نسيجام بيننا وبين تونس يعني الاستثمار المتبادل تونس في الجزائر جزائر في تونس لأن عندهم إمكانيات وعندهم خبرة خاصة في التصدير يعني عندهم خبرة كبيرة عندهم شبكات دولية فرص الشراكة متنوعة والإمكانيات كبيرة سواء المادية أو البشرية لكن في الميدان التنمية تكاد تكون غائبة عن المناطق الحدودية اليوم الدولتان تقدمان كل التسهيلات والكرة في ملعب المتعاملين الاقتصاديين اليوم فتحنا البونوك فتحنا الطريق ولكن لازمنا ديبلوماسية باش نروحوا في بعض الأسواق اللي احنا ما مش ييدنا ولكن نقدر نسربوا في يد التوانسة وتوانسة يقدروا يروحوا الأسواق الأخرى اللي ما عدناش بيدنا الجزائر نضم بللي صناعاتها قوية وواسعة نقدر نروحوا لكأي بلد وما عندهم بعد التقنيات بعد البلدان اللي هم أرام يخدموا عليهم نحن لدينا إمكانيات كبيرة جدا وهناك يعني بوتنسيال بين تونس والجزائر بما يمكننا أن نربحوا نقطة إلى نقطتين في نمو لو أن ندعموا ندعموا وننميوا التجارة بين البلدين المناطق الحرة آلية مهمة لترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد إلا أن عدم تفعيل القوانين بقي عقب في وجه استغلال حقيقي لكل الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا ترجمة نانسي قنقر